موسيقى الزرب عند غادة منصور أم علاء ليس للمتعة وتذوق الطعام الشهية بل عمل تكد به مقابل المال من زبائنها أم علاء تعيل بعملها هذا أسرتها المكونة من أربعة أطفال وزوج لا يساعده وضعه الصحي على العمل أنا بشتغل في الزرب بحسن المعيشة تبعتنا يعني منها لتعليم للولاد بساعدهم في التعليم للولاد وعشان ظروف الحياة صعبة هالأيام وعجبتنا الفكرة هذه يعني يحتاج الزرب فنًا ومهارة أطقنتهما أم علاءة مع الوقت ما جعلها وجهة الكثيرين من قريتها بالدو الواقعة شمال غرب مدينة القدس والقرى المجاورة لها منجيب الجاج ومنوصلها في لمون ومنبهرة بعدينش منكبال مجهزين النار هنا يعني حطها بالدو بتلزم فحم ونحطها في الزرب السلة ومنحطها فيه ونغطي لساعتنا نص فيه إقبال من الناس عشان هذا حبيتها تطوره وسو أزود من واحد ورغم وجود بعض الصعوبات التي تواجه أم علاءة من حيث عدم جهوزية المكانة إلى أنها تلبي احتياجات زبائنة وتحظى بسمعة طيبة حول جودة الزرب الذي تعدها هذا الزرب أنا سمعت عنه جيت أتفرجت عليه أعجبني كثير شفت شغلها شفت النظافة اللي عندها شفت ريحة الأكل ريحة الزرب فيه وتطمح أم علاء إلى تهيئة هذا المكان الواقع خلف منزلها وتجهيزه بشكل أفضل بحيث تستطيع تلبية حاجات الزبائنة وزيادة دخل أسرتها من قرية بيدو شمال غرب القدس وفع عروري تلفزيون وطن